في بعض الأوقات في بعض المباراة ندي قصة من الراحة لبعض اللعيبة لأن طبعاً تعرف لعيبة النادي لعيب أنت بتكلم في التلاتين بتقول لعيب ناله كلهم سوبرستار يعني كلهم سوبرستار يعني أفضل لعيبة في مصر طبعاً كلهم بالتالي فأنت عندك ما عندكش مشكلة الحمد لله حتى بقى بس المشكلة كلها مين الأجهز بدنية بالنسبة لك أو مين الأفوأ بالنسبة لك أو مين حالته تسمح أنه يلعب ويكون عنده جهازية بالنسبة لك عارف كابتن بلوحنا حتى بنتفرج دولاتي على تدريب الأهل النهاردة يمكن دي تدريبات أو لقاءة يعني صورة حصرية من تدريب فريد نادي الأهل على ملعب الرئيس الاستاد برج العرب ليلة المباراة بإذن الله لكن عايز أقول لك كينك إن الجهاز الفن بيتعامل مع هذه المسألة إنه بيعمل صباح يوم المباراة أو ليلة المباراة روتيشن أو مسألة تدريب خفيف سريتشات في الفندق في المعسكر وده تبقى حوالي نص ساعة أو ساعة وده استراتيجية جديدة شوية لمايكل ليندمن وحسين عبدالدايم في جزء الأحمال البدنية في الفترة أخيرة بدأ من أول رحلة بتسوانة مع كل مباراة بيعمل تدريب خفيف يعني فك عضلات أو سريتشات للعيبة قبل المباراة بيوم ولو يوم المباراة في عدد معين بيشتكي من إجهاد أو يكون في المباراة برضو بيعمل تدريبات بدنية بحس أن يأهل اللعب بشكل جيد ده يبدو أنه يستمر على مدار الموسم بحجم المباراة ده بتدوير اللعبين تشايف أنه ممكن ده يأثر شوية على الأداء الفني في عدد المباراة القادمة ولا بالعكس يعني الجهاز الفني بحالة التدوير دي ممكن يجاهز لعيبة أكتر لمباراة قادمة أكتر شوف خلينا نتفق أننا زي ما قلنا من شوية يا محمد أن النادي الأهلي لعيبة الموجود أو العدد الموجود فيه من اللعيبة كلهم على مستوى علي جدا الفروء الفردية مش كبير ممكن يكون فرق الخبرات بس هو